خيرو الجمال والحالة بيتها لا احلى بنات معكم نونا من قناة عالم نونا النهار ده فيديو مشتريات من كرفور كده سميت الفيديو مشتريات على الماشي لان مشتريات انا اشتريتها وانا ماشية يعني يعني معدية في كرفور كده ففي حاجات اللي هو بتبقي انت مش في بالك تشتريها او يعني بتحب ان انت تجربيها كده فدي مشتريات عناية فلا استعرفيها تابعي الفيديو للاخر وبليز متنسيش تعملي سابسكراب للشانل لايك الفيديو شير مع صاحباتك عشان يستفيدوا فلو الصفحة الانستجرام هتلاقي اللينك بتاع تحت في صندوق الوصف ويلا انا عرف ايه هي بقى المشتريات اول حاجة اشتريتها هي السبغة دي من لوريال باريس اسمها السبغة دي انا بحبها بحب استخدمها كتير وحاليا يعني هي بنسبالي من اريح السبغات اللي انا استعملتها لها فوات حلوة كتير لها عيوب بسيطة يعني عيوب انا متقبلها لكن اه صراحة هي من الحاجات الحلوة من السبغات الحلوة اللي انا بحب استعملها جبت الدرجة اللي هي اسمها اشقر رمادي هي افتح من شعري بس انا يعني بحب ان انا اغير بس في حدود الدرجات اللي ممكن تليق علي بلاس ان هي عادة بما ان انا شعري اسود فمش هيلقط الدرجة دي بالضبط هو هنا بيكون في الدرجات اللي هتلقطها فهي هتبقى الدرجة دي المفروض يعني فانا حبيت ان انا اجربها يعني كنوع من التغيير السبغة دي كنت مشتريها في اوفر كانت بخمسة وتلاتين درهم اماراتي لكن هي بتتبع في العادي بخمسة وتلاتين والبتلاتين تلاتين درهم اماراتي لكن هي في العادي بتتبع بتمانية واربعين يعني اماراتي كان عليها اوفر ااء والاوفر يعني بقى كل فترة بيتكرر في كرفور امم بس كده لو انتو حبين اعملكوا عنها ريفيو مفصل اكتبوا لي تحت فالتعليقات بعدها يجبت لقيت الليبкон مده نزل جديد من فازلين انا من النوع اللي ما بحبش الفازلين زهت نفسه على شفايفين كنت بحبوه الصراحة في فترة بس امم مش عارق ليه مأخرا ما بقيتش اتقبله يعني بحس ان هو يعني تقيل وحتى على جلدي بقيت استدقله فانبسطت قوي انه هم نزلوا لبالب ولقيته قلت ان انا اجربه ونزل منه حوالي اربع حاجات واحد من غير اي اي عطور او من غير اي يعني روايح واحد بالكوكو باتر اعتقد واحد بالورد وواحد رابع مش فاكرة باي يعني هحطلكم صورة دلوقتي يعني يزهر لكم الاربع حاجات اللي نزلين انا اشتريت اللي هي على روز شوية لان انا ما عنديش خالص اي لبالما على روز فاقلت اشتريها ودي كانت بتسع درهم من كرفور تمام كده وهي مكتوب عليها هنا ان هي بتعمل طبعا يا جماعة العربي بالنسبة يعني في العربي هنا ترجمة العربي على الحاجات بتبقى صعبة قوي شوية يعني حاولوا يعني مثلا مكتوب رعاية الشفاه روزي هي المفروض يكون مش الكتابه كده خالص يعني المفروض ان هي عناية للشفاه لونها روز او يعني فاهمين فاهم تحسوا ان هي مش مش واضحة خالص المهم يعني ان هما كتبين ان هي بتدي بتدي لون وردي لشفايف وبتعالج الشفيف من التقشف وبيدي جلو كده لشفيف يعني من اللي انا فهمها وانه فيها فيها فيتامين اي والموند وروز اويل والبتروليوم جلي اللي هو الفازلين ذات نفسه ده اللي هو بيقفل على الترتيب وفيه هنا زبدة الشية فيه مكتوب زيت فاكهة الزيتون زيت اللوز الحلو خلاصة فاكهة الدود خلاصة فاكهة العليق انا مش عرفة ايه العليق ده تقريبا الراسبري للأسف يعني مش ما علينا يعني مهم مهم ما هي مصنعة في كوريا يعني تمام كده بعد كده جبت المزيل ده من نيفيا انا كنت استعملت منه اللي هو وردي من تحت وابيض من فوق اللي هو بيقوله بيفتح حوالين العينين انا صراحة ملاحظش اي حاجة بس هو بيشين المسكرة حلوة قوي فانا قلت اجيب ده لانه لان انا كنت جايبة بتاع جارنيل لو انتوا كنت شفتوه في اخر فيديو مشتريات كان للعينية هسيب لكم لينك تحت في سندوق الوصف برضو حجم كده كان صغير فقلت خلي اتيني الوشي كله بحيث ان هو فشل في النواشي للمسكرة والتخلي ده لعيني بس انا حتى يعني عادة بعمل كده موزيلات الميكب عندي واحد لبقيت وشي وواحد لعيني بس لان دايما بتاع العين بيبقى فيه زيت كتير وانا بكره الزيوت على وشي فبجيب واحد يكون كده واحد يكون كده فالمهم انا اشتريت ده كان بـ 28 درهم اماراتي صراحة ما عرفش عنه اي حاجة بس يعني انا حاسة ان هو كويس اتمنى يا رب ان هو يكون كويس يا بعشم نفسي بعد كده جبت الصابونة دي من قلت ان انا اجربها هي صابونة جليسترين نعتقد ان هي معروفة المفروض ان هي صابونة للجسم يعني اوكي بس انا قلت اجربها ان فيه حاجتين انا شفتهم يعني حاجتين بيستخدموهم ليها على الانستجرام واليوتيوب وكان اول حاجة ان هم فيه بيستخدموها كمسبت للحواجب يعني بدل يعني زي زي الواكس اللي هو بيسبت للحواجب فقلت والله اجربها يمكن تطلعها حلوة والله واعلم قلت لو طلعت وحش يعني انا بحب اشوف الحاجات الغريبة وحاول انا اجربها لان فعلا بالنسبة كبيرة بحس ان هي شغل دعاية وكده يعني فهنشوف تاني حاجة اللي انا كنت عايزة حاجة ننضف بها الفرش لان انا طريق التنظيف للفرش كانت بطريقة كده طويلة شوية وبتاخد وقته مجهود فشفت برضو بيستخدمها لتنظيف فرش الميكب فقلت برضو اجربها يعني مش هخسر حاجة بس كده هي دي واعتقد ان هي كباربعة درهم اموراتي يعني كان سعرها بسيط او خمسة درهم اموراتي كان سعرها بسيط اوي بعد كده جبتوا الصابونة دي جونسون لنفس الاسخ دي مع لا فكرة يعني لتنظيف الفرش وقلت بالمرة استعملها على وش لان انا برضو حابة ان انا اجرب صابونة الاطفال على الوش برضو لاني سمعت ان هو بيبقى حلو بيبقى حلو جدا وبالذات النوع ده في خلاصات حلوة فقلت ان انا اجربها برضو لان احيانا بالذات في جو اللي احنا هنبقى فيه ده الغبار والعفرة ببعايز حاجة تنظف قوي بس الغسولات لما بقى استعمل غسول للبشرة بيعمل لي دايما تحسس والصابون انا مش هستخدمه العادي فولت اجرب دايما يمكن يكون بينضح اشوف يعني اهو مجرد فضول لو ما نفعش الوش هستخدمها برضو ان انا انضف الفرش ما نفعش الفرش اواخسل بها ايدي اخليها الابني حمي بها يعني فبردو يعني فضول برضو زي ما قلت لكم اشياء فحاجة لفتت تنتبعي وبردو كان سعرها بسيط اعتقد بخمسة درهم او بربعة درهم المرة بعد كده جبت المعجون ده بتاع سيجنال ده انا كنت بستعمل منه بس مش يعني اللي هو المتكامل لو بيعمل حاجات كتيرة جدا اه بيكافح تساوس بيقوي اللسى بيشيل بيقوي مينة الاسنان مبيض بيدي نفس منعش مقاوم للجير مقاوم للبكتيريا فالكلام اللي عليه اللفت انتباهي صراح فحبت ان انا اجربه كنت جربت منه اللي هو مش المبيض هو حلو جدا على فكرة فعلا بيفرق في السنان يعني التاني لو نفس الشكل متكامل بس مش مبيض فعلا بفرق في السنان جبت ده المبيض ده كان سعره اللي مش عارفة ازاي مش فاكرة سعره يمكن 11 درهم او 12 درهم يعني سعره في الحدود على صعيد اخر اشتريت ده ده اسمها كريست 3D وايد بريليونس وايتنين كت المفروض ان ده عبارة عن اتنين معباض يعني معجو ونين معباض بتستخدميهم بترتيب ده الاول وبعدين ده التاني ده عشان خاطر تسرعي عملية الطبيض يعني لو انت عايزة تبايادي اسنانك بسرعة ومكتوب ان هي امنة على مينة الاسنان انا الصراحة مش هستعملها كل يوم انا هستعملها ممكن مرتين في الاسبوع او تلاتة لان انا فكرة ان هو الطبيض القوي ده انا عارف ان هو بيضع في الاسنان يعني انا عارف ان هو بيضع في الاسنان بتشيلي طبقات من الاسنان وكده فجدت ده للاستعمال اليومي مرتين في اليوم ودي جبتها للمناسبات او زي ما بعمل المسكات هي عناية للاسنان مع عناية البشرة وهاشوف برضو هو الصراحة كان غالي هو ما كانش رخيص فعشان كلا برضو مش عايزة خلصه بسرعة هو كان بحوالي 38 درهم في مبلغ يعني تمام بس قلت اجربه مش هخسر حاجة وفي نفس الوقت انا حب فعل ان انا بشرب نسكة فيه كتير وكده فده بيأثر على اسنان طبعا بصفر وكده فقلت خلينا اجربها وهم هنا كاتبين انا عايز اشوف بس الطريقة هما كاتبين الاستعمال ايه انت تعملين مرتين في اليوم المفروض بس زي ما قلتلكو انا مش هعمله كده استعملي الاول اللي هي ستيب وان وبعدين ستيب تو بيقولك بيحافظ على البياض ل 24 ساعة كل ده مش شغل بس كده يا بنات هاي دي الحاجات اللي انا اشترتها حاجات يعني عادية مش حاجات واو انا عارفة بس قلت برضه شاركها معاكم واقول لكم ايه الحاجات الجديدة زي مثلا دي وبتنقش معاكم يعني بتكلم معاكم واتمنى يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله تشوفوني الفيديو جديد من الفيديو هاتعلم باي باي اشتركوا في القناة